هذا هو تعال لسوريا شوف الدولة التونسية قبل الخمسة وعشرين ولا بعد خمسة وعشرين لم تعطي لبن جردان حقها ولم ترفع القبعة لبن جردان من أجل هذه الملحمة والحجم متاحها الحجم متاحها اللي يقول الأستاذ في العلوم الاستراتيجية رفع الطبيب أني بن جردان كانت سباقة وكانت أول فشل لتنظيم داعش واللي جاء بعده فشل للتنظيم في العراق وفي ليبيا ولو يستشهدوا ببن جردان يقول اللي صار في بن جردان يجب أن يصير في الموصل شنو تجيب بن جردان قدم الموصل كان الدرس نتذكروا لكلنا الجملة الشهيرة متاعه الأمن مش مضموء والجيش مش مضموء في بن جردان رينيهم رينيهم اللي مش مضمونين رينيهم أن القوات المسلحة عسكريين وأمنين وديوانا طلعوا مش مضمونين ورينا أكثر من هكا لأنهم الدويعش وقت اللي دخلوا كانوا يتصوروا بشي لقاوه حابنا شعبي مش ملقاوش حتى مجرد موسين ذا هكا من خبيوا رواحنا في ديارنا ليه ليه الناس خرجت الناس خرجت بكتف بكتف مع العسكريين وعلى الأمنين اللي هي حاجة ما تصيرش فهمك رتوش يخيطوا مواطنين يقولوا هاني سندك وأضرب هاني مراك رو 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 معناك نعاودوا نشوفوا الصور نعاودوا نشوفوا الفيديو حاجة لا تصدق دونك وقت اللي تشوف أحنا الدولة كيفاش تصرفت مع بن جردين قبل 25 وبعض 25 تقولوا شنية الدولة هذية اللي لا تعترف لي أبنائها اللي كنت تسمي فيهم 18 و7 مدنيين بين عسكريين وأمنيين ودوانا ومدنيين بني عمرها 12 ولا 14 سنة لبني سارة ماتت وهي تحمي في خوها شا عملنا شا عملنا حتى على الأقل احتراما بذكرهم الشكل مطلوب سونية الشكل مطلوب الخمسة وخمسين إرهابي اللي ماتوا والستة وتسعين اللي تعديوا قدام القضاء وأحكام الأعدام اللي صدرت وناس معناها ماتت بش الستة وتسعين هذو بخلاف اللي قتلوهم تحاكموا وصدت أحكام بالأعدام وحكام بثلاثين وعشرين سنة وخمستاش بالسجن هذو من ناس هالناس ضحات من بعد احنا نذكرهم كما قلو سيما مريرة في اللهم شنو مطلوب سونية الدهميلي شنو مطلوب يا ولدي يعطيهم حقهم بالحق فما فما راهوا فما ناس بالحق عندهم أولوية عندهم أولوية انتي كيف تكون انتي كنت انتي سيد من ياكن بش تتعمل الإمارة في البقعة يذيكا بش تتعمل الإمارة والله وعلم شنو اللي كان يصير فينا أنا نحن من المناطق الخرين كل انتي يا أخويا وريد جدارتك انتي عندك أولوية اليوم عندك أولوية في السبيتار وعندك أولوية في السكانير وعندك أولوية في دار الثقافة وعندك أولوية في تليتراندسبور وعندك أولوية في المدارس وعندك أولوية في البنية تحتية الكل في في اثنية في كياسات عليش عليش احنا هكا عليش أحدى دولة ما نعرفوش ونقولوا شكرا قلك شكرا العفو التشريعي العام اللي صار خرج إرهابي من جوانتنامو جينا لتونس حبصوني خرجوا خرج عمل دورة رجع جيد زعم العملية هذية تعملت أخطاء في البلاد هذية اللي ماتوا ماتوا فيها توانسة مدنيين وعسكريين وأمنيين وديوانا على قل قلوا لهم مارسي على قل محام أريج تدخل فقط نحب نقول أنه